هل من السنة صيام العشر التسع كاملة من الأول حتى يوم عرفة أو فقط اختصاص يوم عرفة بالصيام الصيام يدخل في عموم العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام من العمل والصالح فالصيام لا شك أنه عمل صالح من أفضل ما يقوم ولكن آكد هذه العشر لغير الحاج يوم التاسع فلم يرد فضل في صوم يوم كما ورد في فضل يوم عرفة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها فإن فات أحد الصوم في العشر فلا يفوت أنه اليوم التاسع ليحتسب ليحضر نفسه ليكون هذا الصوم أحد برامجه الأساسية في هذا العشر أما الصوم الآخر إن استطاع فلذلك لا شك فضل عظيم وإن لم يتمكن أو ضعف فلا أقل من أن ينشغل بذكر الله عز وجل فهي عبودية سهلة ويمكن أن يقوم بها الإنسان في كل أوقات